تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء كدفير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم محسن وملاه وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجي البصر هل ترامي من فتور ثم أرجع البصر قرتين يقلب إليك البصر صاسيا وهو حسين ولكد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المثير إذا أقو فيها سمئوا لها شهيكا وهي تفور تقادت من يذ من الغيزة كلما ألقي فيها فوج سعى لهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن آتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناكلهما كنا في أصحاب الصعير فاعترفوا بذنبهم فسحفا لأصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم اجهروا به إنه عليم بذات السدور على يعلم من خلقه وهو الوتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من الرزق وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخصب بكم الأرض فإذا هي تهور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافاتهم ويقبضن ما ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم يا صرق من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غلور أمن هذا الذي يرزقهم إن أمسك رزقه بل لجوا في أتوفهم ونفور أفمن يمشي مكبا على ودهه أمن يمشي على سراط مستقيم أمن يمشي على سراط مستقيم أمن يمشي على سراط مستقيم قل هو الذي أنشعكم واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إن إنما الإلم ميد الله وإن معنا نثير مبين فلما رعوا زلفة سيئت أجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم بي تتعون قل أرعيتم إن أهلقني الله وهم عجعوا رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن عام النابي وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ذلال مبين قل أرعيتم إن أصبح ماءكم ضورا فمن يأتيكم بما عمين الله رب العالمين قل أرعيتم إن أصبح ماء